يحتوي الشريط Outlining على العديد من المفاتيح بالإضافة إلى المفتاح Demote فالمفتاح Promote يستخدم لتحويل العنوين الفرعية إلى عنوين رئيسية ولتجربة ذلك نضغط على عنوان الفرعي الذي نريد تحويله إلى عنوان رئيسي ثم نضغط Promote ولتحويله إلى عنوان فرعي مرة أخرى نضغط على المفتاح Demote والمفتاح Move Up يستخدم لتحريك نقاط التخطيط إلى الأعلى والمفتاح Move Down يستخدم لتحريك النقاط إلى الأسفل ويستخدم المفتاح Collapse لإخفاء القوائم الفرعية الموجودة أسفل العنوان الرئيسي فنضغط على المفتاح Plus بجوار هذا العنوان لاختياره ثم نضغط على Collapse فيتم إخفاء القائمة الفرعية أسفل هذا العنوان ويظهر خط متعرج أسفل هذا العنوان دلالة على أن هذا العنوان يحتوي على قوائم فرعية بداخله ولإظهار القوائم الفرعية أسفل هذا العنوان مرة أخرى نضغط على Expand كما يمكننا إخفاء أو إظهار القوائم الفرعية بالضغط المزدوج بالمؤشر على العلامة Plus بجوار العنوان الرئيسي وإذا أردنا إضافة تعليق أو وصف لأحد النقاط الفرعية الموجودة في هذه القائمة نضغط بمؤشر في نهاية هذه النقطة ثم نضغط على المفتاح Enter ونضغط على Demote to Body Text ثم ندخل التعليق أو الوصف الذي نريده لهذه النقطة وليكن Create Interactive Presentations وبالانتقال إلى طريقة العرض Print Layout سوف يظهر التخطيط الذي قمنا بإنشاؤه على شكل كتابات عادية داخل طريقة العرض الحالية ترجمة نانسي قنقر